السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسرائيل تجلي طاقمها الدبلوماسي من المغرب صارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إجلاء طاقمها الدبلوماسي من المغرب على مستوى مكتب الاتصال بالرباط في سياق الاحتجاجات الجارية ضد المجازر المرتكبة في قطاع غزة وقالت صحيفة ودعوت أحرنوت الإسرائيلية أن خارجية تل أبيب قررت إجلاء أطقمها الدبلوماسية بكل من المغرب ومصر في سياق رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوياتها ويبدو أن القرار الإسرائيلي جاء تحت ضغط الشارع العربي حيث خرجت أمس احتجاجات تطالب بمغادرة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وخرج عدد من المحتجين في مدن مغربية مختلفة للاحتجاج ضد المجزرة التي نفدها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بأحد مستشفيات غزة ما خلف سقوط 500 شهيد في جريمة وحشية أطارت غضبا دوليا واسعا